نقطة دي تحديداً، يعني الواحد بيسمع دايماً أنه في اعتقاد كده شائع ما بين السيدات أنه اللجوء للولادة القيصرية عشان تجنب ألام الولادة وأنها أسهل يعني دايماً أنا بسمع كده يعني في حدود علمي أنها أسهل بالنسبة للمرأة بيجنبها فكرة الألام الشديدة في الولادة الطبيعية هل الاعتقاد ده صحيح وسليم طبيعي؟ هو أكيد فيه ألام في الولادة الطبيعية لكن إحنا برضو فيه مسكنات للألام أثناء الولادة الطبيعية فيه أنواع مختلفة من المسكنات بمقابل أن زي ما بقول إحنا بنتفادى مخاطر كثيرة وأن بعد الولادة ما فيهش ألام تقريباً بعكس القيصرية جرح القيصرية بيضل الألام دوت لأيام الحاجة الثانية برضو أنا ما ذكرتش أن فيه مخاطر على الطفل كمان مش على الأم بس بالنسبة القيصرية زيادة نسبة الولادة المبكرة ونسبة دخول للحضانات ومتلازمة ضيق التنفس فهناك مخاطر كثيرة للولادة القيصرية ولذلك لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة وجود دواعي طبيعي ما هي الدواعي الطبية اللي تقول أو بس كلمة قبل الدواعي الطبية كمان أن هي بتكلف الحكومة وكان المجلس السكان الدولي أجرى دراسة في 13 مستشفى حكومي و3 خاص في 2014 والدراسة منشورة أن زيادة نسبة الولادة القيصرية كانت بتكلف الحكومة القطاع السحي ما يقرب من 900 مليون جنيه سنويا وده بأسهار 2014 فدي برضو عب مالي على الأسر اللي بتولد في القطاع القاص وعلى الحكومة دواعي القيصرية هناك دواعي كثيرة ممكن دواعي لها علاقة بالطفل يعني لو الطفل حجمه كبير أو لو مجيء الطفل مش مناسب للولادة الطبيعية زي مجيء بالمقعدة أو مستعرض أو مائل أو عيوب في المشيمة يعني لو المشيمة نقول عليها سقطة اللي هي بتبقى تحت الجنين برضو دي لازم تولد قيصرية في حاجات لو هي عاملة عمليتين قيصريتين أو أكثر قبل ذلك رصبا عننا لازم نعملها قيصرية لو عاملة عمليات جراحية نجحة لسلس بولي غصبا عننا نعملها قيصرية في دواعي طبية كثيرة لو ما فيش تقدم للولادة برغم موجودة انقباضات راحمية يعني الدواعي الطبية كثيرة بس المهم ان يبقى احنا ما بنعملش القيصرية إلا لما يبقى فيه دواعي طبية